اكد سعادة سيد ياسر بن ابراهيم احمدان وزير شؤون الكهرباء والماء ان مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد من ابرز المشاريع الاستراتيجية لربط البنية التحتية على مستوى المنطقة وشارى سعادة الوزير الى ان المشروع الرائد ساهم في تقليل حالات الانقطاع الجزئي والكلي للشبكات الخليجية جاء ذلك على هامش حضوره حفل بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق والذي اقيم في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية حيث اشار سعادته الى ان الربط مع العراق سيساهم في توضيد التعاون مع الجمهورية الشقيقة بما ينسجم مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون لتنمية العراق وازدهاره مشيرا سعادته الى ان مملكة البحرين وبفضل الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم والتوجيهات المستمرة لسمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حريصة على دعم وتعزيز العمل المشترك مع الدول الشقيقة بشكل تكاملي ويشمل هذا التوجه مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية والعمل على تحقيق الاهداف التنموية المنشودة كما اوضح ان الربط مع العراق سيساهم في زيادة التشغيل الاقتصادي للشبكة على المستوى الاقليمي للمنطقة تمهيدا للتوسع على المستوى العربي والعالمي فضلا عن زيادة الموثوقية ورفع كفاءة الطاقة في الشبكة الخليجية